هنا في ولاية بروان شمال العاصمة كابل استثمار تجاري قد يكون غريبا بالنسبة للكثيرين هنا أكثر من أربعين ألف عقرب يتم الحفاظ عليهم وتربيتهم في هذه المزرعة تنام هذه العقارب لمدة خمسة أشهر في فصل الشتاء وبعد ذلك سنبدأ بإخراج السم من العقارب البالغة أكثر من أربعين ألف قبل شهرين حصلنا على مائة غرام من سم العقرب وسنقوم ببيعه في الأسواق الدولية الهدف من تجارة سم العقرب تكمن في غلاء المنتج حيث يقول شرزات المواطن الأفغاني أن القطاع يجذب الآخرين للاستثمار لا سيما أن بعضا من هذه الأماكن الخاصة للعقارب تستقبل المرضى بهدف العلاج بواسطة السم منذ سنوات أعمل هنا حيث أقوم بشراء العقارب